اشتركوا في القناة تعوق عملية البلع ممكن تؤثر بشكل كبير كمان في تضييق الجزء الخلف من الحلق وبالتالي ممكن يؤثر كمان على عملية الكلام عند الأطفال فمهم جدا ناخد بالنا من هذه الأمور وربما قد تفاجئ ولية الأمر لما تلاقي مثلا ابنها عندها مشاكل في الكلام نتيجة عملية البلع أو صعوبة البلع فدي حاجات مهمة جدا خاصة لما يكون لها علاقة بأمراض التخاطب تفاصيل هنفتحها إن شاء الله مهمة مع ضيفنا العزيزة الأستاذ الدكتور محمد بركة أو أستاذ أمراض التخاطب بكلية طب بجامعة عين شابس براحة بيك يا دكتور أهلا يا فندم أهلا يا فندم كتر خيرك يا فندم شكرا جزيلا أستاذ عاك في البداية كده نعرف أستاذ المشاهدين إيهي المراحل الطبيعية لعملية البلع حاضر البلع حضرتك يعني نقل الطعام من الفم إلى المعدة بأمان وكاملا نعم يعني إيه يعني أنا بقي دلوقتي فيه أكل الأكل ده يعني هيمر بيه ثلاث أماكن وفي النهاية هيستقر فيه في المعدة بس لازم بما يروح المعدة يبقى كاملا بنفس الكمية اللي في الفم وما يضرش حاجة في السكة يعني يبقى كاملا وبأمان أو بسلامة وعلىها في الطب سيفتي وإفشنسي يعني لازم الأكل كله يمر من الفم إلى المعدة من غير ما يضر في العربي كده الجهاز التنفسي هو اللي دايما بيتأثر من مشاكل الجهاز الهضمي طيب هو البلع الطبيعي بيمر بيه المرحلة الفمية المرحلة البلعومية مرحلة المريض المرحلة الفمية الأكل لسه جوه بقنا طيب الأسنان الأمامية تقطع الأكل اللي الدروس تطحن الأكل يبقى تسمعها المرحلة الفمية التحضيرية أنا بحضر حاجة هبلعها يبقى الأول تطمدغ ويقضر اللعاب ويقل حاجة التانية عضلة موجودة على جنب الفم ما تخليش الأكل أبدا يتجمع فيه الدهليز بتاع الفم لازم تقوله لازم تروح تحت الطواحن عشان تنتحن ويق بعد كده إيه ما فيش حاجة تطلع بين الشفاء ويبقى كده اسمه دور الفم التحضيري دور الفم التحضيري بيليه دور فمي تاني اسمه دور الفمي الدافع يعني إيه خلاص البلعة اللي حاجة اللي هنبلعها على اللسان من فوق طيب إحنا عاوزينها تروح البلعوم ففيه زي تجويف كده بيبقى جروف يعني منطقة منخفضة على ظهر اللسان بتبقى البلعة موجودة فيه طيب وبعد كده بنيجي لنتحرك قاع الفم يروح دافع الجزر اللسان تبقى البلعة دي تروح فين؟ تروح البلعوم راح البلعوم بيبتدي حاجة اسمها فعل منعكس يعني إيه فعل منعكس؟ إشارة رايحة وإشارة جاي الإشارة اللي رايحة إنه بقى فيه أكل موجود فين؟ فيه قدام المنطقة اللي وز بداية البلعوم الفمي طيب بيتطلع إشارات الإشارة دي بتروح جزع المخ ترجع تاني تتلل إيه؟ الأكل يندفع إلى البلعوم في البلعوم بقى بيبقى خلاص أكل الطعام موجود وبعد كده بيروح لإيه؟ الطور المريئي من غير ما يتبق أي أجزاء لا في الفم ولا في البلعوم ولا في المريء لازم كل الأكل يروح فين؟ كده لكن اللي بنخاف منه إن بعض فضلات الطعام من الطعام أو الشراب بتبقى ممكن تدخل الجهاز التنفسي في سكتها دي طيب أسباب صعوبة البلع عند الأطفال يا دك أسباب صعوبة البلع إحنا بنمر دايما في علم الأمراض بحاجات خلقية حاجات التهابات حاجات إصابية أو رام وبعد كده أمراض الجهاز العصبي طيب حاجات خلقية زي إيه؟ زي أما يكون مثلا فيه حاجة اسمها سعاد بيبقى فيه جيب جيب في البلعوم بيتجمع فيه الأكل جزء يتبلع وجزء يتجمع في الجيب ده لسه مبارح شايف حالة حاجة عنا بسمها لارينجيا الكليفت يعني الحنجرة مشقوقة من الخلف لما الحنجرة تبقى مشقوقة من الخلف طفل عمرها 13 شهر طيب تبقى اللبن اللي بترضعه من أمها جزء بيروح المعدة وجزء بيروح الجهاز التنفسي وجاية من المستشفى يعني كل شوية التهاب متكرر في الجهاز التنفسي لأن هنا بقى الأمان مفقود لأن خلاص أصبحت الحنجرة والبلعوم بغرفة واحدة طيب وبعد كده الأمراض الالتهابية سواء التهابات فطرية أو التهابات بكتيرية وبعد كده الإصابات الإصابات دايما الأطفال الأجسام الغريبة اللي بتبلعها الأطفال طفل بلع حاجة معدنية بلع حاجة ناباتية وده الشائع البوتاس يعني وعلى اللي بيعمله في الجهاز في المسار البلع كله والمسار الصوتي ده ضرر كبير الأورام بتضيق منطقة البلع وبالتالي الأكل ما بيبقى بيعدي بصعوبة أو ما بيعديش كله أو المريض بيشتكي احنا شايفين يمكن فيديو معنا على الهواء دلوقتي آه آه تمام هنا بدأنا بدي من ضمن الإجراءات اللي بنعملها بنشوف أذن الطفل أيوة هنا المنظار داخل من الأنف آه من الأنف هاي ها بعد كده ده ليفة ضوئية آه دي هنا الارتجاع آه الارتجاع المريئي آه تمام زي ما احنا شايفين كده دي فتحة المريء آه والإفرازات طلعة طلعة منها يبقى هنا أهمية استخدام المنظار اللي في آه دي اللي بتفتحه وبتقفل دي مرحلة الحنجرة آه زي في حضرك؟ آه الفتحة والقفلة ده حنجرتنا تفتح عشان ناخد نفسنا وتقفل عشان الحماية طيب لو لو فيه شلل في حبلة من أحبال الصوت مش هي الغلق مش هيبقى محكم آه خلاص يبقى يبتدي بعض بقايا الطعام تنزل إلى الحنجرة ها هنا نزلنا بعد كده أكتر و بعد كده هتبقى القربنا على ها الارتجاع المريئي والارتجاع المريئي ده يعني لما كنا بنقوله كنا بناخده بالاستقصاء يعني إيه بالاستقصاء نستبعد كذا ونستبعد كذا ونستبعد كذا لغاية ما بقى بإمكاننا توصيق والله أصحرك الصورة اللي قدامنا الفتحة المعدة اللي بانت دلوقتي فتحة المعدة وبين الإفرازات كده إما بقايا طعام أو الحامض المعد الحامض المعد بيطلع من المفروض يبقى في المعدة وما يطلعش ما يطلعش على المريئ لكن هنا شفنا إن بقايا الطعام رجعت ووسقناها يعني إيه ووسقناها التوسيق بالصورة نحن موعدين التوسيق بالصورة يبقى بنعبئنا بنقيم دلوقتي وظائف البلع ودي يمكن من من الحاجات اللي بدأت يعني يعني مش حديثة لكن هو الحديث إنه بقى فيه أكتر من وسيلة لتقييم صعوبة البلع إما بالصورة وإما بحاجة اسمها استبيانات التشخص بقى سهل دلوقتي الحامض آه قوي هو الأزمة إيه الأزمة إن الجهاز التنفسي عرضة مسكين لمشاكل الجهاز الهضمي طيب هو ليه الجهاز التنفسي عرضة لمشاكل الجهاز الهضمي لأنه هما في الجنين أمبوبة واحدة بيبقى هي أمبوبة واحدة وتتقسم نصين أمبوبة رأسية فبتبتدي تطلع الأمبوبة تانية خلص متفرعة منها اللي هي الحنجرة القصبة الهوائية الرئاتين طيب يبقى وتظل فتحة الجهاز التنفسي فين بالبوابة اللي هي اللي بتحمل جهاز التنفسي اللي هي الحنجرة فتحة في البلعوم يبقى فعلا إنه هما طرفيا يعني في الرقبة جزء واحد طيب ومركزيا حتى مركز مركز البلع ومركز التنفس جنب بعض في جزع المخ الحاجة المهمة كمان الأكل بتاعنا وإحنا بنكله بيبقى وإحنا بنبلعه بيبقى المفروض إنه بيبقى فيه أولما الأكل بيبقى فيه البلعوم مش في المريء في البلعوم طيب بيبقى فيه حاجة المنعكس يعني إشارة رايحة وإشارة رجع الإشارة اللي رايحة إنه بقى فيه أكل أمام اللوزاتين الإشارة اللي رجع علشان يتوقف التنفس لحظيا لحظيا محدش فينا وهو بيبلع بياخد نفسه لحاجة من الاتنين لنبلع لناخد نفسه فبيبقى يتوقف لحظيا الحاجة التانية بترتفع الحنجرة ترتفع الحنجرة بحيش تحت جزر اللسان يقوم الأكل بيبقى الحنجرة اللي هي مدخل الجهاز التنفسي يبقى لو حتة أكل أو لو نقطت من الإفرازات نزلة الجهاز التنفسي هيبقى الطفل ده أو الشخص ده عرضة للتهابات متكررة تصل إلى الجفاف تصل إلى التهاب رئوي والاتنين دول في منطقة الخطورة سبحان الله وفعلا زي ما حاجة قلت عهلا قوسيقة ما بين جهاز التنفسي الجهاز الهجمي لأن في بعض الناس بيجي لهم أحيانا نحتقان يقولك ده دور بردة أو حاجة في طبيعة الأمر ممكن يكون ارتجاع مريء هو اللي سبب بس شفت حضرتك التوسيق بالصورة التوسيق بالصورة صحيح والصورة لا تجذب زي ما بنقول في طيب المشاكل المترتبة على صعوبة البلع ده ممكن تكون إيه يا دور هو هنا حرك بيجي المريض يقول إيه يقول أنا بقيتك كسف أكل قدام الناس أنا دلوقتي المفروض أني دايما أوقات الطعام أوقات بهجة صحيح لحظ حضرتك الاحتفالات بتنتهي بأكل منقشة الرسائل بتنتهي بأكل صحيح أي اجتماعات الأفراح لازم بتنتهي بأكل فدايما أوقات الطعام أوقات بهجة صحيح مرتبط بالبهجة طيب إذا كان ساعات المريض يقول أنا بطلت أكل العيش ما بعرفش أمدغو بطلت أكل اللحمة بطلت بقيتك كسف أكل قدام الناس ليه كل اللي يشوفني يقول انت خاسس ليه كده يعني يعني بيبقى بتبقى يعني من الحاجات اللي بتأثر زي ما بنقول في الطب الكواليتي أوف لايف يعني على جودة الحياة لأن المفروض أن أوقات الطعام أوقات بهجة فإذا كان ما فيش بهجة فبتتأثر قوي جودة الحياة مع صعوبة البالة صحيح الأمر ده بيترتب عليه بعض المشاكل زي ما حدقت قلتها شكورا زي إيه تاني غير إنه ممكن يكون محرج إنه هو يكون يأكل هنا بيتبتدي بقى لو الطعام راح الجهاز التنفسي بيبتدي يبقى فيه الجهاز التنفسي المفروض إنه ما يروحلوش أي حاجة غير الهواء لكن هيروح له طعام هيروح له هيروح له هيروح له هيروح له حامض من المعدة فلا ده ده يبتدي بقى أو أو سوائل لا هيبتدي يبقى فيه نزلات شعابية متكررة ودائما حتى بقوا أسازة الأطفال دلوقتي فعلا بقوا كل طفل يبقى فيه نزلة شعابية متكررة على طول بقوا بيشكوا في الارتجاع المريئي وبيبعثوا الطفل الطفل ده ليه كل شوية يكح ياخد دور يخف منه يقعد أسبوعه كويس وبعد كده يجي الدور تاني ده احنا جايبين لك الطفل ده دلوقتي من المستشفى يقول يقول كده يعني ويراجع المستشفى بما معناها إن بيبقى عرضة للتهابات متكررة في الجهاز التنفسي وبقى دلوقتي بقى أول ما بيبقى فيه التهابات في الجهاز التنفسي مش لقي لها تفسير ولا راضي يتخف للعلاج الدوائي بيجي على بالنا على طول الارتجاع المريئي بنعمل المنظار بنوسقه وزي ما شفنا حضرتك زي ما شفنا الصورة ده طفل عمره تقريبا كان سبع سنوات برضو نزلات شعبية والتهاب رئوي متكرر وكل يخفي من دور ياخد اللي بعده وهكذا صحيح طب زي العلاج ممكن يكون في هذا الأمر يا دكري علاج الأمراض بيبقى الأول نعرف السبب نعرف السبب الحاجة اللي علاجها دوائي الالتهابات آه نعالج بالدواء الحاجة اللي الطفلة بتاعت امبارح ده شق شق في في الحتة الخلفية من الحنجرة يبقى المفروض يبقى دايرة كاملة لا فيها شق والشق ده بمتفاوت في عمقه يعني ممكن يصل إلى القصبة الهوائية آه فهو آه فهو ده بيبقى ده هنا بيجي دور التدخل الجراحي الجيب اللي هو اللي بيبقى موجود في البلعوم تعالجه جراحيا الالتهابات هنا بيجي دور العلاج التحفوزي الارتجاع المريء العلاج التحفوزي يعني ايه العلاج التحفوزي ما هو دوائي وليس جراحي لكن كلها أمور قابلة للشفاء وسهلة بإذن الله في حال قدر الله التفاقم بتاع المشكلة ممكن يؤثر عليه بعد كده ممكن يؤثر على صعوبة الكلام على الحاجات دي كلها ده هي لها علاقة بالصحة العامة صعوبة البعض لها علاقة بالصحة العامة يعني إذا كان الجسم ما بيروحلوش سوائل بالقدر الكافي هيبقى فيه ما اللي احنا بنقول عليه مجازا إيه عميا بيننا الجفاف صحيح الجفاف يلتهاب رئوي بعد كده مشاكل تهدد الحياة إيه يعني النصائح اللي ممكن تقولها للأم خاصة في اكتشاف المشكلة دي لأن أحيانا مثلا الأم وتحديدا في الشتاء دكتور لما تلاقي ابنها عنده صعوبة لأقول لك ده كده عنده احتقان أكيد البرد مؤثر عليه وبالتالي ما بتبقاش الرؤية واضحة بالنسبة لها فبينها تنصح بهذا الأمر التحديد ننصح أن الالتهابات المتكررة أول من لاحظ أن الطفل مثلا مش عارف ياخد نفسه من منخيره أو اللحمية بنعمل اللحمية متضخمة زي ما شفنا كده في صورة البلعوم الأنفي بنعمل يعني ده إجراء ده الإجراء ده ما بيتمش دقيقتين ومش مؤلم خالص بنعمل الفحص وعلى ضوء الحاجة اللي بنلاقيها بيكون علاجها ولكن الفكرة كلها يعني ما بقاش حاجة صعبة للطفلة بمتعة مبارح دي بالتحديد ثلاث شهور يعني وبما معناها الإجراء اللي خاد قد إيه وعرفنا عندها عبخ خلقي في منتهى الأهمية دقيقة ونص دقيقة ونص يعني الأمور أصبحت سهلة سهلة علميا بالوسائل التشخيص الحديثة الدقيقة غير المؤلمة الطفل يحتاج ياخد بنج يحتاج أخد أي حاجة ولا الأمور لا لا خالص خالص ده بالكتير قوي بيبقى فيه زي لإما بنج رش أو أو بنج موضعي أو بيبقى كده زي معجون كده بيتحط على المنزار وهو إجراء أصله قصير 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 ولأنه لولابي حتى المنزار اللولابي المارن الألياف الضوئية اللولابية المارنة يعني حاجة كده زي أستك الفلوس مارنة فبتاخد تجويف جسم الإنسان وماشي مؤلمة خالص وبنانا عليه بيحدد لي بقى المشكلة وبعرف بنعرف بنعرف ما احنا خدنا بنشوف هل فيه بقايا من واجبات سابقة ودي مهمة قوي بنلون الحاجة اللي بنخلينا الطفل مثلا إيه يشرب آآ مادة ملونة يعني أو عجينة أو أي بسكوتة صغيرة جدا أو أي حاجة ونحط عليها مادة ملونة ونتتبع هذه المادة الملونة بالإيه بالمنزار توقفت فين يبقى الانسداد هنا أو الضيق هنا وبالتالي يكون يكون العلاج يعني التشخيص سهل الحمد لله موجود دلوقاته متوفر وبنانا عليه بيتم تحديد العلاج طرق العلاج المختلفة لحضرتك تفضلت مشكورة ذكرتها تمام ويفضل إمتى يبقى يعني العلاج يكون بقى تدخل جراحي فأني حالات بالضبط يا دول العيوب الخلقية دي كلها تعوز إصلاح تدخل جراحي آآ الجيب اللي موجود ده الأورام الحاجة التانية أي ضيق ساعة الحتة الضيق دي بتبقى تستقصل والحتتين المتسعين بيعد توصلهم ببعض أو برقع لكن الفكرة كلها توصيق الأمراض يعني إيه توصيقها يعني أصورها والصورة يعني دلوقتي الصورة بألف كلمة زي ما بيقولوا فيعني يبقى نعرف سبب الأمراض وبالتالي يبقى علاجها علاجها زال طب هل في وسائل أخرى غير المنظار ممكن فيه ما يسمى استبيانات يعني إيه استبيانات يعني بنسأل المريض عدة أسئلة طيب يعني بحيث أن صعوبة البلع تأثر عليه إما فيزيكال فيزيكال يعني على الصحة العامة حاجة عضوية أو يعني إيه التأثير النفسي بتاعها طيب يعني أنت بتقول دلوقتي ما عدتش بتقدر تاكل قدام الناس تقدر تدي دي درجة من خمسة يقول لي آه ثلاثة من خمسة من خمس مواقف مفروض أكل مع ناس لا بيقيتها بعيد في أربع مواقف من الخمسة كده بندي درجة وفي النهاية من مجموعة الأعراض بحاول تقريبا عشر أسئلة وفي النهاية بندي رقم خد كم من العشرة يعني بقدر ما ياخد رقم عالي يكون يكون صعوبة البلع مهمة وبعدين مناظرنا ما بتطولش مش هتبقى زي خلاص يعني احنا الحالة اللي شفناها توقفنا عند نهاية المريء لكن فيه مناظر الجهاز الهضمي آه بتروح بعد لكن أنا بكلم على على الجزء بتاعنا طيب يبقى دي فيه التزليل بالباريوم آه يعني أما بيبقى فيه آه فيه أجزاء من المريء ما تقدرش مناظير اللي احنا في علم التخاطب توصل لها فبنعوز التزليل بالباريوم آه ده بقى بس ده فيه عيادات الأشعة وبيبقى فيه يعني فرصة للتعرد للإشعاع الحاجة التانية لازم المريض يكون آه يكون آه الجهاز يكون منتبه يكون منتبه يعني ما يكونش فيه تشوش في الوعي لأن دي يعني إجراء آه مهم شوية بس الحاجة إليه أصبحت نسبية يعني إيه نسبية؟ يعني مش لازم كل حال الصعوبة بلعي يبقى التزليل بالباريوم آه لا بقى فيه الوسائل منظر اللي في ده آه يعني بقى يعني بيشخص غالب الحالات والاستبيانات وبرضو فيه حاجة اسمها معدل الاختراق يعني إيه معدل الاختراق طيب إحنا بندي للمريض برضو حاجة يكلها أو يشربها بس في الغالب يعني بتزداد في الكميات وبتزداد في القوام بنبتدي بالحاجة اللي تبقى مثلا بحاجة سائلة زي الميا زي عصير بحاجة بعد كده بين البنين زي مثلا عصير سميك شوية أو زبادي بعد كده بالأكل الصلب زي الخبز أو حتة بسكوت وبعدين بنحط عليها مادة ملونة ونتتبعها دول ممكن ما يبانوش في المصار البلع لكن إحنا بنتتبع المادة المادة الملونة دي طيب المادة الأكل ده قدر يفعلا الجسم يحمي نفسه الجسم بيحمي نفسه من دخول الأجسام الغريبة الجهاز التنفسه إزاي اللي إحنا بسمها الكحة أو النحنحة اللي هو الكحة كده لكن ما يبقاش الكحة يعني نحن نعرف الطب سبازموديك يعني يعني تبقى صعبة شوية تبقى متكررة ممكن تجرح الزهور تبقى متكررة طيب يبقى خلاص قدرنا نوصل نعرف إيه اللي موجود ويبين إيه بيكون العلاج بوناعلق التشخيص اللي بيتم موجود ونعرف الحالات دي كلها بس هل الأكل ده قدر يدخل الحنجرة ويتوقف أعلى حبل الصوت دي احنا بنسمى اختراق ولا نزلت تحت أحبال الصوت وخلاص بقى في القصبة الهوائية ده احنا بنوع لها شفط ولا بقى خلاص تخطى ده كله طب هل الشخص ده اللي الأكل اخترق الجهاز التنفسي وانشافط في الجهاز التنفسي ما عندوش وسيلة حماية يعني مش قادر يكح فضلات الطعام دي لكن يعني ماهو لازم يكون فيه وسيلة حماية لكن أوقات يحدث ما يسمى صامت يعني حاجات وده اللي في منطقة الخطورة يأكل أو يشرب فهنا بتبتدي الأكل والشرب على طول على الجهاز التنفسي طب ده يبقى الحل إيه الحل لا خلاص ما يبقاش فيه طعام عن طريق الفم خالص يبقى التغذية بالأمبوبة مؤقتا على ما يسترد أيوة على ما يسترد وعيه حي موضوع فغاية الأهمية وانا بشكح جدا دكتور والله على كل هذه المعلومات القيمة أتمنى يا ربي كده أن احنا نتابع بشكل مستمر ودوري مع أطفالنا وربنا أحافظ عليهم جميعا عاجز عن الشكر لحدك جدا شكرا يا فندي شكرا يا فندي شكرا شكرا جدا لأستاذ الدكتور محمد بركة وأستاذ أمراض تخاطب بكل طب الجماعة عن شمس شكرا يا فندي شكرا يا فندي أيضا بشكر حضرتكم مشاهد كرام لحسن المتابعة تحية فارق العمل والتحية عاصم الشندويلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا يا فندي